بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من مقرر مادة Selected Topics هنشرح نارضها بعض بإذن الله تعالى درس جديد بعنوان مشروعات المواصلات أو اللي هو الترانسبورتيشن أو اللي هو النقل والمواصلات سميها كما تشاء المحاضرة دي هي محاضر رقم 5 في المقرر أتمنى تكون أنت يعني سمعت قريب المحاضر رقم 4 لو أنت حتى في دفعة جاية أو لو أنت دلوقتي فإحنا خلاص فاضل على كوز 3-4 ساعات فأنا اتفقنا مع بعض أن هنشرح مع بعض المقررات اللي باقية أو الدروس اللي فاضلة من المنهج هنشرحها بشكل سريع بشكل فيه تلخيص كده بسرعة وهحط لك خطوط على الحاجات اللي بتيجي في الأسئلة وهلخص لك كده الدرس بشكل عام ندخل ناخد نظرة عامة عن النقل والمواصلات ونقرأ السلايدز سريعاً ونحل الأسئلة هتليدي محضر لك هنا 100 سؤال فيهم الأسئلة اللي موجودة من تخدم الدرايف وأسئلة الكوزات السابقة وبعدها أسئلة final سابقة بص كل حاجة موجودة فيعني هتطبسط أول النهاردة فركز معيها وكل حاجة مهمة هشاور لك عليها في درس النهاردة هيكلمك عن الأسئلة المختلفة للنقل في مصر وهيكلمك عن النقل السريع والنقل على الطرق السريع على الهاي ويز وعلى الريل ويز أو اللي هي النقل عن طريق الأطرة والأطرة دي بنستخدمها في نقل الركاب العاديين أو نقل البضايع النقل عن طريق النقل النهري أو النقل البحري هيكلمك كلام سريع جدا نتلاقي اللي سلايدز زهلة وبعد من خلص اللي سلايدز أو أنا بقرأ اللي سلايدز كل نقطة هنأشاور لك على معلومة معينة الدكتور قالها شفويا في المحاضرة ما كانتش مكتوبة في اللي سلايدز وهو قالها بالبؤ كده فهتلاقيها تيجي عليها أسئلة وحاجات مهمة جدا هي شوية عنوين رئيسية كده لطيفة جدا يعني فخليها نمشي مع بعض بإذن الله نقرأ كده بيقولك مقدمة تواصل الدولة تنفيذ عدد ضخم من مشروعات الجر الكهربائي الجديدة عاملين مثلا إيه مشروع القطر الكهربائي جر يعني إيه عندي قاطرة قدام بتشد وراء عربيات العربات دي إما تكون شايلة بني قدمين فده بننقل ركاب عاديين أو تكون شايلة بضائع ممكن ننقل البضائع عن طريق القطر وده للأسف مش شايع في مصر وهيجيلك على ده أسئلة بس استنى هوريك بجانب مشروعات متر الأنفاق يبقى هو مركز أو في الدرس ده على الحاجات اللي احنا عملناها غير تقليدية شوية زي الأطورة الكهربائية المونوريل الأوتوبيس التردودي ليه؟ لأن الحاجات دي بنضخها في البلد كوسائل نقل تساعد وسائل نقل رئيسية اللي موجودة بالفعل زي متر الأنفاق وكمان بنعمل تحديث لشبكة السكة الحديد الحالية وتشمل مشروعات الجر الجديدة الآتي ركز بحش ندل هيجيلك عليها السئلة السكة الحديد العادية خالص اللي هي الأطورة عايزين نطور فيها ونحدث فيها خطوط المونوريل اللي هو عبارة عن قطر معلق كده بيمشي في اتجاه واحد قطارات كهربائية سريعة بتاخدك من أول الجمهورية الأخيرة في دقائق معدودة في ساعات بسيطة جدا بتمشي بسرعة 250 كم في الساعة وده سريع جدا الوتوبيسات الترددية عبارة عن نوتوبيس عادي خالص بس تقدر تعمله اكستنشن كده تقدر تركب فيه قطع كده ويبقى أكبر يبقى ساعة التحملية للناس أكتر يقدر يشيل عدد أكبر من الناس وده تطبق بالفعل وكلمنا عنه في الفيديو بتاع العصمة الإدارية القطارات السريعة وغير ذلك كل دي حاجات نعمل فيها إيه عبارة عن مشروعات جر جديدة هنضخها في السوق كوسائل نقل إضافية على الوسائل الموجودة قريدي بالفعل زي الخطوط المترو وغيره فمن دي لك هو خريطة بيعبر لك فيها يقول لك الخط الأول للمترو قدي الأسهم بتاعته الخط الثاني الثالث الرابع يوتوبيس الترددي الخط السادس للمترو القطار الكهربائي المونوريل شرق النيل المونوريل غرب النيل المونوريل ده لو أنت كنت حتى روح تبقى معرض الكتابة هتلاقيه في السكة موجود بيتم إنشاؤه دلوقتي ويبقى حاجة محترمة جدا يعني طيب كل الخلايا دي مش تسيل عليها أنا هشور لك على الحتة اللي هتسيل عليها بالزبط جايب لك صور للأطرة طبعا معلومات مهمة بقى احنا ماشيين في الطريق حوادث الأطرة تعال نتكلم عليها شوية الأطرة بيحصل فيها حوادث كتيرة جدا ليه؟ في حاجة اسمها المزلقان عارف المزلقان ده اللي هو إيه؟ مفروض إن في حاجة كده بتقفل على الطريق اللي بيقطع القضام بتاعة القطر عشان ما حدش يعدي وقت ما القطر يكون معدي عشان القطر ما يخبطش فيه اللي كان بيقفل المزلقان ده زمان بني آدم عادي خالص بسبب أخطاء البني آدمين دي بسبب الهيومان ايرور كان بيحصل حوادث كتيرة جدا للأطرة طب ليه الحوادث بتحصل؟ لأن الشخص اللي معدي حتى لو علق ولا عطل في المكان ده فالقطر ما يقدرش يفرمل زيزر العربية العادية دي تجيلك سؤال يقول لك هل القطر بيفرمل زيزر العربية العادية؟ قل له لا لإني أصلا القطر مش بيمشي بمشي عادي بيسواء عادي كده لا ده بيمشي عن طريق سيجنلز عن طريق ريلوي سيجنلز يعني ايه؟ يعني بيبعدت لأشارة وقف بعد 3 كيلو بيبعدت لأشارة اكمل بعد مش عارف لمدة 20 كيلو فهو بيمشي بسيجنلز السؤال ده جي كثير جدا القطر بيمشي ازاي؟ بيمشي بسيجنلز لأنه بياخد نص كلام الدكتور في المحاضرة ويحطوه لك كسؤال طيب ايه سبب الرئيسي في حوارس الأطورة؟ اني الأخطاء البشرية هل عالج ده ازاي؟ هنعمل أنفاق من تحت وكبري من فوق للمشاة أنفاق تعدي ناس من تحت المزلقان ويطلعوا من فوق في صورة كبري مشاة ونقفل أصلا بقى المزلقان ده خالص أو نخليه مميكا نخليه أوتوماتيكلي أو شغال إلكترونيكلي شغال ده أو ده يعني شغال أوتوماتيكيا حلو والقطر ده يعدي عادي خالص بالسؤال القطر بيأخد قديه عشان يقدر يفرمل هنجد لك النقاط الرئيسي اللي الدكتور قال عليه عشان نخلص عشان أفهمك الدنيا أنا لو كنت أرشح الدرس ده بنفس أنا كان يقعد أربع ساعات معنا أو تلات ساعات بس هتطلع منه مستفيد بس مش في المنهج المهم الدكتور كان في كلامه بيقولك حتة مهمة جدا أن القطر تقريبا مختلف عن العربية في الفرمالة العربية تقدر تفرمل وتقف بعد مثلا 20-30 متر أو كمان حاجة أقل من كده لو هي فرمال قوية لكن القطر بيحتاج واحد ونص كيلو متر تقريبا عشان يستوب عشان يعمل وقف فالرجل عشان ياخد القرار أن يوقف القطر يحتاج قدامه كيلو ونص يوقف فيهم فعشان كده حصلت حوارس كتير جدا ليه؟ لأن انت بيشوف فجأة قدامه عربية أو فجأة قدامه حمار معدي بعربية كره وراه هيفرمل إمتى هيمطقش فيه على طول فهم الفكرة إيه؟ فكل ده يجيلك في صورة أسئلة ولازم أن تكون عارفه ده يستدع منها أن نروح نعمل تطوير لشبكة السكك الحديد طيب السؤال اشترينا جرارات حديثة الجرار اللي في الأول ده هو ده أهم عنصر أصلا ده اللي بيجر وراه كل العربيات دي ده اللي فيه الموتورز كلها جميل ده بيقى أغالي جدا وصيانته صعبة ومحتاج بكن ومحتاج قصدي قطع غير وغيره مين الشركة اللي روح نتعاقدنا معها واشترينا منها جرارات محترمة وعربيات وغيره كان شركة جنرال إلكتريك الدكتور قالها بالحرف وبتيجي في الامتحان كتير جدا يقول لك إيه الشركة اللي تعاقدنا معها لشراء جرارات جديدة جنرال إلكتريك شركة مشهورة عالمية جميل ده محطة مصر اللي موجودة في اسكندرية المونوريل ده السكك الحديد تعالى نتكلم عن المونوريل عبارة عن إيه قطر كده متعلق بيبقى متعلق على كوبري غالبا وماشي في اتجاه واحد المونوريل قطاراته تسير على قضيب حديدي مفرد مثبت أعلى جسم كوبري ممتد وتعمل بالكهرباء كل الأطورة الحديثة على فكرة بنحاول نخليها تعمل بالكهرباء عشان تبقى شيء مستدام ما يبقاش فيها تلاوس لبيئة أو غيره ومونوريل اللي موجود في مصر ستسير قطاراته أوتوماتيكيا طبعا بدون سائق عشان نتفدأ إيه الأخطاء البشرية وتتمتع بنظام تكييف عالي الساعة ومزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات يعني كل عربية والتانية زي المترو كده في ممر آمن يخليك تخش من العربية دي للعربية دي جميل لمزيد من الراحة سرعته تصل إلى كام ركز بها عشان السرعات اللي هنا فيه ثلاث أرقام مهمة جدا سرعة المونوريل ده ثمانين كيلو متر طب سرعة القطر العالي فائق السرعة مئتين وخمسين كيلو متر ده اللي هنعمله هيتكلم عليه تحت طيب لما بنيجي ننقل البضايع بننقلها بسرعة مئة وعشرين كيلو متر هاوريك دلاتي تحت بس خليه معايا سنة سنة المونوريل سرعة ثمانين كيلو متر ودي جات فأسئلة برضه بس اللي بيجي دايما وجي في الفاينال خمسين مرة سرعة القطر الكهرباء الحديث اللي مصر ناوية عمله او القطر السريع الريلويل العادي خالص هنحاول نعمل قطر الكهرباء يكون سرعته 250 كيلو متر يوصل بين شمال مصر الجنوبة عشان الناس اللي في السياح في الغرداء وشرم الشيخ يقدر يزوروا لقصر ويرجع في نفس اليوم ويجري حاليا تنفيذ خطين بأطوال 98 كيلو متر ده اللي هو المونوريل الاول العاصمة الإدارية اللي استاد ده من وإلى والتاني 6 أكتوبر المهندسين ولو انت كنت زي ما ترك روحت المعرض كنت تلاقيه في السكة كده كوبر طويل فوق وإيه ولسه بيتم إنشاؤه يعني ده الشكل بتاعه يبقى حاجة فخمة جدا حاجة محترمة طبعا بيمشي بسرعة 80 كيلو متر دي مش كبيرة عشان يعني الموضوع زي ما انت شايف في خطورات جامدة جدا لو سرع قوي يعني وده يبقى قدام في المستقبل يعني هيتعمل طيب ده الخط اللي يمشي بي وده المحطات بتاعته هتلاقي مثلا محطة جامعة الأزهر محطة الحي السابع محطة مش عارف ايه محطات كتيرة جدا اتعمل كم محطة حاجة وعشرين تقريبا اه 22 محطة طول الخط 56 ده الخط الأولاني اللي هو العاصمة الإدارية اسم الستاد 56 كيلو متر وعدد المحطات 22 هتسير على دي مظنش ايه موجودة في اسئلة الدرايف بس ما جالش في انتحانات قبل كده أنا زي ما قلت لك مشاور لك على هيجي ادي عملية الانشاء اللي بتحصل طيب مترو القاهرة الكبرى اظن انك شفت الخريطة دي عشرين مرة وانت تاية في المترو فهم الفكرة فدي ايه مترو القاهرة الكبرى هيسألك على ايه في نص كلام الدكتور قال معلومه مهمة جدا وحط عليها خط كده فجأت في امتحانات كتير ايه هي في محطات تبادلية تقدر تبدل فيها عندنا اكتر من خط مترو عندنا اربعة شغالين وفي خامس وسادس وغيره وهيتعملوا يعني فالاربع اللي شغالين دول فيه محطات تبادلية فيه محطة اكبر محطة تبادلية فيهم وتعتبر يا الصراحة فخر للمعمار المصري يعني ومبنية على حوالي 18 فدان كل ده مش عليك هي محطة عدلي منصور محطة عدلي منصور تطلع من المترو تشوف المونوريل على طول فكده ايه دمج وسلتين تواصل مع بعض زي اغلب الدول المتقدمة بتعمل الحركة دي ما تخليش ان المترو في حتة والاطر في حتة تانية والمونوريل في حتة تالتة لا تدمج كله في بعض فتقدر تطلع من ده تركب ده عشان يبقى بدل ما هو يلود جامد قوي على المترو يوزع اللود بتاعه على اكتر من وسيلة التواصل فيقول لك في السؤال ايه اكبر محطة تبادلية في مصر تقول له محطة عدلي منصور طيب الكتار الكهربائي السريع وده بيجي دايما في المتحام ركز معايا فيه قتار الكهربائي خفيف هناخد قتار الكهربائي خفيف وقتار الكهربائي عادي خالص اللي هو ايه سيجنة توبيست تردودي او القتار السريع اطلع معايا القتار الكهربائي الخفيف LRT هيجي لك في المتحام يقول لك اختصار A LRT دي الكلام عليها عافيكها في الدرس اللي فات في العاصمة الإدارية LRT اختصارها القتار الكهربائي الخفيف اللي هي ايه بقى Light Light يعني خفيف او حاجة سريعة كده وخفيفة وR اللي هي Rail يعني قطر يعني حاجة سكك حديد وT اختصار Transit Transit او Transifier اللي تنصح على فكرة بس هي Transit اصح LRT هيجي لك اختصار ايه سؤال ده جي كتير جدا في الكوزات هيجي نهار ده في الكوز ان شاء الله يعني يا رب هو وTOD واحدة منهم جاية جميل او BRT لو انت فاكرها BRT اللي هي اختصار ايه اللي هي بص Rapid Transit هنا بقى Rail Transit من فهمك الموضوع متحفظوش يعني سهلا القطار يصل بين السلام والعصمة الادارية والعشر من رمضان باطوال 103 كم متحفظ الارقام دي الاوجات ما تجاوبهاش سداني يعني مش ده اللي بييجي في الامتحاد عشان هتلاقي عدرايب اسئلة بتسأل على الحاجات دي وده ما بيجيش وهو يسير على شريط سكة حديد مكون من قضيبين ويقع الله اكبر شريط سكة حديد مكون من قضيبين معلومة خطيرة جدا ويعمل بالكهرباء وسرعته تصل الى 120 كم في الساعة ويربط كافة المدن الجديدة شرق القاهرة فالقطار الكهرباء الخفيف اللي هو ال LRT سرعته بتوصل زي ما قلنا 120 كم ويربط كافة المدن الجديدة شرق القاهرة شرق القاهرة زي ما قلنا اللي هو الجانب الشرق ده اللي مليان بقى مدن مدينتي والعبور والحيطة دي كلها هيربط لك كل ده ببعض عشان في الاخر تمشي فيه بسهولة يبقى فيه تواصل بيننا وزي ما قلنا في عاصمة ادارية احنا هدفنا نخلي شرق القاهرة ده كله منطقة معمرة في المستقبل فيوصل بين السلام والعاصمة ادارية ولو وصلت العاصمة ادارية انت وصلت لكل المدن اللي حواليها لانك قريب منها ومنها اصلا العشن من رمضان فاهم وطبعا النص ده بالزبط متخب من مقالة مكتوبة في اليوم السابع فهي بالزبط المونو ريل قطرت كذا كذا تصير بسرعة كذا بالحرف والقطار الخفيف ويربط كفة المدن الجديدة الشرق القاهرة وهتلاقي حتى المقالة دي هي الفقرة ده منتاخده برضه في الجزء اللي تحت فكلام صح يعني ما تلاقش ما الذي يمكن يقولك القطار الخفيف يمشي بسرعة كام 120 كم في الساعة طيب المونو ريل يمشي بسرعة كام 80 كم في الساعة طيب القطار السريع خالص 250 كيلومتر في الساعة ثلاث معلومات خطيرة ممكن تيجي انزل دي كلها الخطوط بقى لها تتعمل ملكش دعا بيها يعني ادي محطس عدل منصور تخرج من مترو تلاقي المونوريل او تلاقي القطر اللي هو القطر الخفيف اللي الارتي الدنيا متوصلة ببعض يعني زي ما قلت لك ايه بص كل المدن ايه وتوصل العصام القدارية في الاخر وتعدي بقى على العبور والمستقبل والشروق وهليوبلس وغيره في حتة مهمة صح الطريق اللي بيوصل بين هليوبلس ومدينة نصر المحور ده طريق جديد معمول عشان يخفف العباء المرورية او الكنجسن ازدحام المروري اللي موجود في القاهرة طريق مسترد او المحور اللي تعمل جديد في المسترد والتحديث اللي عمل هناك برضو احد المشروعات اللي تعملت عشان تتحدث او تعالج الازدحام المروري اللي في القاهرة ايه تاني مهم ان كل دي حاجات اتعملت عشان تتحدث المرور في القاهرة لكن طريق إسكندرية القاهرة إسكندرية الصحراوي مثلاً مالوش اي علاقة بموضوع ده متعاملش كمشروع جديد لفك الإزدحام ده اتعمل للربط من المدن السؤال ده جي كتير أوف الفاينال يقول لك ايه كل مما يأتي مشروعات اتعملت لعلاج الإزدحام المروري في القاهرة الكبرى معدى ايه معدى طريق إسكندرية مثلاً وغيره طبعاً في حاجات غير كثيرة فكر انت وانت بتجاو فطريق اليوبلس مدينة نصر ده محور حلو محور الزمر الزمر كانل ده برضو معمول للفك الإزدحام المروري في القاهرة لكن القاهرة إسكندرية طريق أصلاً للربط من المدينتين مالوش علاقة بالعلاج الإزدحام المروري الداخلي أو للربط لربط المناطق الداخلية بعضها فده اللي تختاره على طول ده استثناء لا يعتبر من المشروعات اللي اتعملت لفك الإزدحام المروري لكن يتعمل لأهداف أخرى وهو قديم أصلاً فهمت الفكرة عشان السؤال ده جي كتير يجي يقول لك في الامتحان بي أرتي اختصار لإيه بص هو الأوتوبيس التردود ده معناه إيه زي ما قلنا أوتوبيس عادي خالص في انصرته أو أوتوبيس بس فيه كونيكتورز كده في الآخر تقدر تعمله إكستنشن تقدر تعب فيه زباين أكتر حاجة جمدة جداً على فكرة عبقرية ومعمول له محطات كتيرة تقريباً جاري إنشاء أكتر من 50 محطة على الطريق طرق السريعة وحاجة كمان إن إحنا بروحنا على الدائري ده حاجة بفتكرها لك من مرة وإحنا على الدائري فهو ما تعديش عشان ما تتخبطش يعني فعاملين كل 25 كيلو متر عاملين محطة تقدر تعدي فيها للمشاة ممر للمشاة زي ممرات اللي هي الكبار العلوية وكده الكبري بتاع المشاة اللي بتعدي منه ناحا التاني فده شغل محترم برضو يجي في الامتحان يقول لك بس السؤال ده ما جاش كتير يقول لك كل 25 كيلو متر بنعمل محطات لمرون المشاعة الدائري يقول له المهمة الأوتوبيس الترددي بقى بي أرتي اختصار إيه بس أدي بس رابد يعني سريع تي يعني ترانزت يبقى ده الأوتوبيس الترددي يعني إيه الأوتوبيس الترددي عبارة عن حافلات كبيرة تسوير في مسارات محددة وزمن تقاطر ثابت ممكن نوصلها فيهم الأمتبقى بأبليكيشنز زي الجريم بس مثلا لو حد ركبه قبل كده وبعضها يعمل بالغاز وربعض الآخر يعمل بالكهرباء آه ده طبيعي حلو جدا طيب عشان يعني مش مضر للبيئة محطات الأوتوبيس الترددي بتقامل ميزة فيه الأوتوبيس زي أنه هو إيه عارف المحطة بتاعته وعارف هيوصل إمتى وعارف فياخد قد إيه بالظبط وتقدر تعرف كمان هو فين دلوقتي دي المحطات اللي هتبقى موجودة يعني هيجي مسترد مثلا مسترد دي جنب بيتي تقريبا بثلاث دايئ او ممكن اوصلها جاري او الله ممكن اوضت ببراكون اوصل مسترد دي ببراشوت بس ما ظنش ده الترولي اللي عندي الترولي ده قريب مني جدا مالوش ده عبية مهم القطار السريع يبقى فيه ثلاث حاجات كده مونوريل 80 كم في الساعة وفيه النه معناه اللي هو أطرق وحادي الاتجاه فيه اللي هو القطار الخفيف لائت ريل ترانزيت ترانزيت وفيه القطار اللي هو إيه في الوتوبيستر الدودي بي ار تي بص رابد ترانزيت فيه ناس تقول لك اختصارات كتيرة في المنهج يا عم منطقية جدا محفوظة يعني هي خلقة تحفظت خلاص القطار السريع هو قطار فائق السرعة ده بقى أهم سؤال بيجي في الامتحان وشبقة القطارات السريعة اللي جالي تنفيذها في مصر دي بقى اللي هي ايه محطتها قليلة لان بتمشي بسرعة رهيبة فمنوقفاش كتير بتمشي بسرعة كام 250 كم في الساعة الرقم ده جاي في الامتحان يا جماعة يا كوز يا فاينال هيجي وخلاص وتعمل بالكهرباء وده التحديث اللي هنعمله بقى ويسير على شريط سكة حديد منفصل تماما عن الحركة المررية الجانبية يعني بيقى ماشي على الطرق السريعة اللي برا بس مش في نفس الطريق طبعا وستربط شبكة القطارات السريعة السريعة المخططة تنفيذها كافة محافظات الجمهورية هيبقى حاجة محترمة جدا عفكة جاري تنفيذه وتعمل منه حاجات يعني فهيبقى شكل بالمنظر ده وهيربق بقى إيه زي ما انت كنت تروح سكندرية هتروحها بقى بالقطار فائق السرعة وده هيساعدنا كل اللحمر ده محطات إيه القطار سريع عشان كده اللحمر بوعاد عن بعض لأنه بيقفش كتير ده يمشي بين 22 و 50 كم في الساعة مش عايزين يوقف لكن المحطات الإقليمية هتلاقي بيقف كل شوي المحطات إقليمية مستقبلية ده لسه بقى مدن جاري إن شاءها او لسه متعملش كده اللي ستايدز خلصت يلا نحل الأسئلة مع بعض والأسئلة هتلاقي فيها أفكار أنا ممكن ما قلتهاش هقول هلك بقى في الأسئلة يعني بما إننا بدأت أختصر في الشرح فيعرف أن الحل أصبح جزء من الشرح يلا بنا بسم الله أول حاجة أسئلة الـ Drive الموجودة هنا زي ما قلت لك هي من تأليف طالب أصلا فيها الكلام كويس والسياقة والأسئلة حلو بس سعب يحط حاجات ما بيجيش الأسئلة الأوفر قوي في الأرقام دي ما بيجيش خلينا ناخد منه الحلوية هو راجل اللي ربنا يجزيخ يقول لك Roads and Development الطرق والتطوير في الطرق هيعمل إيه The value of land around it هيعمل إيه في المنطقة اللي حواليها في الأرض المحيطة بها لما تشؤ طريق في الصحراء إنه ستروح تبني جنب الطريق ده لما تعمل طريق مترو مثلا يمر في المنطقة الفلانية هيعمر المنطقة هيعمل The value of land around it ده طبيعي جدا هيزود العمران اللي حواليها يعني كده بنقول شقة الطرق ده بيفتح أماكن نقدر نروح فيها ونبني ونعمل إما عملنا طريق الوحاد الناس روحت وزرعت حوالينا الطريق فعا فيجرا حتة دي مش عايزين نخوط فيها بس الدكتور وضحها يعني خديني أبقي ناقل لكلام الدكتور فكرة أني واحنا هناكو الأسفلت السؤال ده جاي في المتحان على فكرة بيجي دايما في الامتحاد السؤال ده مية في المية جاي في الامتحاد من كتر ما هو يعني شيء عجب الدكتور عن الدكتور اللي مستضيفه الرايل بيقول لواحد بيسألني وحناكو الأسفل قال له مو أنت لو ما عملتش الأسفلت ده مش نعرف نعملك الأكل ولا نسهل نقل الأكل لك فهو عايز يقولك أني أنا ممكن أشوق طريق زي طريق زي طريق الوحد ده أسبب بعد شقه أن الناس تقدر تمشي في المنطقة دي حلو فيعملوا يروحوا يزراعوا هناك ويعملوا أراضي الزراعية ويعملوا مصانع وغيره لأنه بقى الطريق مماهد لنقل البضايع وغيره فلأ في قدر عشان كده ما نبقاش نحن عادين على أي طرف من الطرفين لنخلي البلد كلها بتطور فقط في الأسفلت ده مش صح طبعا ولا نقول أني نمنع الأسفلت خالص ونروح بس نخلينا في الأكل وشرب المستشفيات ده مش صح برضه لأن المستشفى مش طعف تمشي كويس بالعربيات بتاعتها غير لو تنقل المرضى ولا الإسعاف ولا غيره غير لما يكون كل منطقة في الجمهورية وصلها طرق شبكة طرق قوية ومش نعرفين للأكل غير لما يكون في شبكة طرق فعايزين ده مع ده خليك دايما واسط ما تبقاش متطرف على أحد الطرفين إزاي عامين تعملوا كباري وإحنا بنجوع من موت من جوع ماهمين تقس كده فيه ده وفيه ده جانب بعض العبرة هنا أو المطلوب هنا هو التوازن هل ده متحقق أو لا أديا النقاش ما حيبش أخوط فيه أو العلن يعني التطوير في الطرق هيعمل إيه؟ ودي نقطة مهمة على فكرة هيقلل الحوادث بنسبة كامل كام دي معلومة دي نسيت أقولها لك وللأسف المعلومة دي خطيرة جدا الدكتور جابها يجي سبع مرات دايما بيقولك الحتة دي أني لما طورنا في الطرق حصل حكتين مهمين افتكرتهم بالمرة وأنا بقولك دلقتي قلت الحوادث اللي بتحصل بنسبة من 25% ل40% عن ما كان عليه من قبل يعني تطوير الطرق اللي حصل في آخر عشر سنين خلى الحوادث اللي بتحصل في مصر بالمقاييس اللي بيقسها الجهاز المركزي للتعبية والإحصاء قلت بنسبة 25% ل40% ده النقصان اللي حصل وتطويرنا للطرق رفع مصر في جودة الطرق 90 نقطة قدام 90 مركز كنا ترتبنا 118 بقى ترتبنا 28 يبقى ارتفعنا كام مركز 90 مركز في الترتيب العالمي ركز بالك ده نص كلام الدكتور ركز في حتة دي قوي النقطتين دول بيجوا في المتحان يقول لك الحوادث قلت قد ايه بعد التطوير في الطرق قلت من 25% ل40% طيب وارتفعنا كام مركز عالميا بعد التطوير في الطرق في جودة بقى الطرق وغيره وسائل النقل ارتفعنا 90 نقطة او 90 مركز كنا كام وبينا كام كنا 18 عالميا بقنا ايه 28 ده الكلام اللي الدكتور قاله شفويا فهنا انت قللت بنسبة 25% ل40% من حوادث الطرق وبص يقول لك ايه السؤال ده مش يجب متحان طول السكة الحديد اللي موجود في مصر معلومة تعرفها لك انت 10,000 كم بس هي يعني هنا موجود 9500 الرقم تقريبا يقترب من 10,000 كم قول 9500 اعرفها لك كمعلومة من اسكندرية الاسوان يا جماعة 1000 كم السكة كحديد بل عندنا متفرعة ودخلة وطلعة وراحة وجاية واخدى كيرفو وياماشيا فكل ده الاجمالي 10,000 كم او 9,500 كم Railway Network Railway يعني سكة حديد Network يعني شبكة السكة الحديد Expand يعني تمتد The Common Reason for Accidents in Railways ايه هو ايه السبب الرئيسي في حوادث القطارات الخطأ البشري السؤال ده جاء في كل الفاينالي استقليقا Human Error او يقول لك Caused by Me By Human دايما الخطأ بتاع الراجل اللي قاعد على المزلقان كان ينسى يقفل ناس تعدي بالغلط ناس مش عارف ايه كل دي اخطأ بشرية لكن هل الخطأ في ان السرعة عالية ده هو قطر اصلا من السرعة يتقل علي ممفوظ ما حادش يجي في سكته فاهم قصدي مش في مرة مثلا القطر يسرر عجامة في التقلب ما حصلتش هو دايما بيخبط في حاجة يصطدم بشيء فاهم قصدي طبعا هو بيقول لك السبب الرئيسي لان البقين دول مثلا loss of maintenance وارد ممكن يكون القطر قديم جدا فخرج عن القطبان دي قصة تانية لكن الاغلب نسبة كبيرة بتكون بسبب اخطاء بشري Human Error السؤال ده بيجي في انتحان كتير In the future Trains will be controlled mainly A في المستقبل الاثورة هيتم التحكم فيها الكترونيا أو أوتوماتيكيا اللي اتنين يعني السؤال ده مش يجي كده هو هيقول لك automatically or electronically اللي اتنين صح فدي او دي اللي هتيجي فاحنا هنا بنقول لك A and B هم الاثنين نفس المعنى أصلا اعتبارهم نفس المعنى الاثورة هل زي العربيات فما بتيجي تقف لا طبعا مختلفة عنها بداية احتاج واحد ونصف كيلو متر عشان تعرف تستوب يبقى Trains are different from الاسئلة دي حلوة والله تأليف الطالب لها جيد أنا عشان للأسف الناس مثل اربعان يجمد ويضايقوا من طول المدة فمش حابب مش ملقتش وقت مش حابب بأقلف اسئلة لاني ما بأقلف بيطول الفيديو منه جامد او بعمل 150 سؤال وحاجات كده فما مش ملهاش تازمة الناس عايز تجيب درجات فكله على الله مش مشكلة Trains need about كم كيلو متر عشان تستوب واحد ونصف كيلو متر استنى كده تسجيل شغل تمام بتحتاج تقريبا واحد ونصف كيلو متر عشان تعرف تقف السؤال دي بيجي في انتحان كتير القطورة بتاخد واحد ونصف كيلو متر عشان تقدر تقف فمش لو انت فجأتها فجأة على بعد ميت متر ووجدت حاجة قدامها هتخبطها مش تعرف تقف أصلا خليب اكت القطر اللي ما يقفش لو حاجة قدامه على بعد ميت متر لو داس فرامل فجأة جامج جدا هيحرق القطبان هيحصل فيها مشكلة احتكاك شديد جدا رهيب الحاجة الثانية انه ممكن يموت اللي عاديم في القطر حرفيا التصادمات اللي هتحصل هيموتوا بالايقاف السريع جدا انت دا الراجل درست القانون الثاني لنيوتن القصور الذاتي وكده sleep ways can be replaced by A sleep ways معناها المزلقنات حاجة بتسلب عليها المزلقنات ممكن نستبدلها باي او مش نستبدلها نقفلها والناس تعدى ازاي طيب عايزين نعدي ناحية تانية فيه قطر ماشي في السكة عايزين احنا بقى نخش ناحية تانية منه نعديها ازاي نعمل bridges كبري من فوق أو tunnels من تحت او ايه او أنفق من تحت بقى A and B بنستخدم ايه in green transportation في النقل النظيف مش معناها اللي أخضر النظيف بنستخدم الكهرباء دي ما بتلوس البيئة خالص اه الحتة دي الدكتور قالها في نصف كلامه معيني مالاش علاقة بالدرس بس فدتنا يعني يتبال لك ان مالاش علاقة وقال لك ايه قال لك احنا محتاجين نطور النقل جدا ده بسبب ايه ان عدد السكان ارتفع فالحتة داد من تخذها في اعتبارك ارتفع بقى قال لك احنا في السبعينات في ايام 73 ايام حرب اكتوبر كانت اعداد مصر 37 مليون النهاردة مصر عدت المية يعني تقريبا او ثلاثي اتضرب في ثلاثة تبقى تريبلد اتثلث او التلت فاهم طيب حتى وقال لك اتنين وصعب من عشرة ضعف او نقول ثلاثة تقريبا هو اهو في عدد ثلاثة يعني نهاردة 106 مليون تقريبا ايجيبت بيقول لك مصر عندها مشكلة ان كل الطرق بتاعتها واللي امتدادات بتكون طولية مش بالعرض بتكون دايما يعني بماشيين على الدلتة عمين نطلع مع واد النيل وننزل مع واد النيل عايزين حاجة يمين وشمال خاصة يمين ده لانده اللي بيودين على قناة السويس زي ما قلنا ونربط الجانبين دول ببعض فيقى مصر فيها عصب المنطقة دي حلوة جدا في الاستثمار يعني فمع عندنا مشكلة كبيرة في الطرق اللي بالعرض او الطرق المحاور العرضية خاصة في صعيد مصر ده الدنيا تحت ضائعة بقى خالص في الحتة بتاعت الطرق دي محتاجة تطوير جامل يبقى اوبر ايجيبت اوبر ايجيبت يعني صعيد مصر فاهم او المعلومة دي جاء الدكتور قالها في نص كلامه الناحية التي عندنا كبري كل 25 كيلو متر عشان تعدي ايه عشان تعدي النيل انا تقريبا في الكلامي جبت سيرة الدائرة صح لا هي النيل عشان نعدي النيل مفوت النيل ده شائق مصر بالطول كده مفوتنا عايزين نعدي من ناحية لناحية تانية هنا في مدن وهنا في مدن ضفتين نير عشان تعدي من هنا لنا بقى كل 25 كيلو متر عندك تقريبا كبري و مش ها تقدر تعدي به لو واحد نزل التحرير كده هيلاقي كل شوية فعلا كبري اه ما ام اطلعتهم كلهم تقريبا ههه فأه انا اطلقت لما قلت حوار الدائري بس الدائري فعلا بتعامل كل بيتعامل محطات كثيرة جدا على مدى السكة عشان تقدر تعدي ناحية تانية كده ما لا يشع لاقف بس هي استيل صحة برده هنا بقى دي كل 25 كم شبكة السكة الحديد اللي عندنا بيركبها يومياً 835 ألف راكب بإجمالي 856 رحلة؟ اه بس مش يجي يسألك عن حاجات دي هو يجي يقولك عاجات تقريبية يعني انت تفاهم اني عرفها كمعلومة عامة تقريباً مليون اللي حب بيركبه يومياً اه عرفت المعلومة بإجمالي تقريباً قريب من ألف رحلة منطقي الرحلة فيها ألف كده ولا حاجة فاهم؟ فاشطع تمام او بيقولك يا LRT اللي هو القطار الخفيف ده بيبقى قطر ماشي بايه؟ ماشي بالكهرباء ده قطر كهربائي اسمه القطار الكهربائي الخفيف السكة الحديدة اللي في مصر هتخدم أنهو القطاع هتخدم كل القطاعات السكة الحديدة اللي هنعملها هتخدمنا اقتصادياً عشان ننقل بها البضايع خلي بالك من النقطة دي وهتخدمنا سياحياً عشان نقدر نجيب السياح من فوق لأسفل مصر يزولوا المزارات السياحية ويرجعوا تاني بسهولة هيبقى ماشي بسرعة 250 كم واندستيريال طبعاً تنقل المواد الخام وغيره فهي هتفيدنا في كل القطاعات بيقولك يا جابوس اللي هو القطر السريع بقى الحديث الكبير اللي بيمشي بسرعة 250 ده هيبشي سرعة كام 250 كم طيب لكن البضايع هننقلها بسرعة كام الـ 120 بس خلي بالك فده بيمشي بسرعة 120 المونوريل ده بتعبني قدمين بس في الغالب يعني وعندنا سؤال ثاني بيأتي دايماً يقولك ان مصر تعتمد في نقل البضايع اعتماد كله على ايه على الـ في فرقة بين كلمة الـ وهي يعني طريق وهي يعني سريع طرق السريع فالطرق السريع اللي هي ايه على الدائري وغيره فبننقل بالعربات النقل العادية وده طبعاً بتبقى شايلة يجربع خمس أضعاف الوزن بتاعها فأي حادثة هتعملها هتشيل قدامها بتاع خمس أصر بني هذا فده طبعاً ضرر كبير جداً عشان كده بنحاول نتخلى عن النقل على الطرق السريعة وننقل البضايع بالقطرة وده للأسف في مصر يعني تقريباً النقل عن طريق الطرق السريعة بيمثل اكتر من 99% من النقل فاحنا عندنا مشكلة احنا عايزين نعتمد اكتر على القطرة بعد كده فسيكن كل هذا بقى عشان ده بيجي في المتحان يقولك اغلب النقل البضايع بيكون ايه بيكون بالهاييويز واحنا نفسنا يبقى بايه بالطرق العادية اللي بالطرق بالقطرة اصلاً الريلوي بيتميز بان هو ايه السؤال ده مهم قوي ان الدكتور تكلم عنه ان السكة الحديد في مصر قطاع السكة الحديد يعني عنده مشكلة جامدة جداً وهي ان فيه عمالة زايدة عن الحد مش محتاجينها في حاجة ممكن يبقى نستخدمها في اماكن تانية تبقى افضل بس في السكة الحديدة عندنا عمالة زائدة جداً قوة عاملة قوة عاملة قوة عاملة لدندنت يعني ايه حشو حاجة كده زائدة مكررة فعندنا عمالة مش مفيدة قوي بتاخد مرتبات وهي مبتدينيش نفس القدر من الفايدة فالاجابة ايه؟ السؤال ده جي في انتحان كتير جداً خليبنا السؤال ده كلمتك عنه اي من المحاور الاتية مش بيساعدنا في التخلص من الازدحام المروري في القاهرة الكبرى الزمر لا بيساعدنا محور الزمر ومدية ناصر هليوبلس بتساعدنا ومسطرد اللي جنب بيتي دي بتساعد طبعاً في الفاك الازدحام المروري لكن طريق القاهرة اسكندرية مجرد تعود ده مش تابع الموضوع اصلاً ده بيربط محافظتين ببعض السؤال ده جي كتير جي في الفاينال كذا مرة كل المشروعات اللي في مصر بتستخدم وسائل النقل كله بيستخدم المترو والريلوي السكة الحديد والهايويز لكن ما حدش بيستخدم طيارات اصلاً موضوع ما نروش علاقة خلص وبنستخدمهاش في النقل تقريباً الداخلي يعني سرعة سرعة القطار السريع اللي في مصر الجديد اول ما يقولك قطر ويسكوك قطر عادي يعني ده اللي هو السريع جداً ده بتجي في نتحان كتير اول سؤال ده الـ LRT اختصار ايه؟ Light Rail Transit قطار الكهرباء الخفيف احنا عايشين على كم فمئة من مساحة مصر كل دي كان معلومات قالها الدكتور في نص كلامه عايشين على ستة في المئة من أرض مصر ده معلومات أصلاً نفوت تكون مشهورة ستة في المئة من أرض مصر فقط ليه حوالين الوادي ووادي النيل يمين وشماله وحبه في سينة كده متفرطين وحبه تحت جنب ايه؟ ما برضه جنب زي جنب يعني مفيش فرق بس هم تقريبنا على وديان النيل فقط واغلبنا كمان في الدلتة يقولك احنا طلعنا تسعين نقطة في الترتيب بتاع جودة الطرق المنافسة العالمية في الطرق وكنا 188 بقنا 28 اه true انه محطة بتكون ايه؟ تخرج منها من محطة المترو تلاقي نفسك قدام القطار الخفيف اللي هو القطار الكهرباء الخفيف دي محطة عدل منصور ويأتي سؤال تاني يقولك ايه اكبر محطة تبادلية يقوله برضه عدل منصور احنا نفسنا نرجع النقل عن طريق النيل اللي هو النيل تاكسي التاكسي اللي بيميش في النيل ده اللي يعديك من ناحية الناحية تانية ونرجعه بشكل طبيعي ودوري ومنظم ونرجع النقل عن طريق النيل كل ده شيء حلو نفسنا نرجعه ايه؟ true اسئلة بقى كوه ازاي تركز معايا بيقولك ايه؟ 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 نفس اسئلة تقعد الكرر بقى ان كل الحاجات القاتية بنستخدمها في فك الازدحام المروري في القهيرة ما عدا ايه؟ ما عدا طريق القهيرة اسكندرية مالوش علاقة اصلا بالموضوع ده ربط بين محافظتين ما بيفكش للازدحام المروري ولا حاجة لكن البقاءات كلها حاجات ايه؟ محلية جوا القاهرة طريق مسترد هليوبلس مدينة نصر الزمر او محور الزمر الى غير ذلك بيقولك عشان عملنا تحديثات في الطرق قلت نسبة الحوادث بكان في المية من خمسة وعشرين لاربعين في المية وكاننا عليها وقلنا النسبة دي بتيجي دايما من اللي انشأ السكة الحديد في مصر؟ مصر تعتبر تانية تانية دولة تنشئ السكة الحديد في العالم كله نحن من زمان جدا انشأناها سنة كام؟ حسب المنهج لان فيه ارقام حسب انت بدأت امتى او انتهيت امتى المنهج بيقولك انك انشأت السكة الحديد اول مرة 1843 على الفكرة انت عايز تعرف معلومات اضافية اول اللي جاب الفكرة اصلا كان محمد علي واللي عملها بالفعل عباس باشا الاول من الاسرة من الاسرة العلوية مهم يعني وعما حتى عملها بخلها مهندس انجليزي يعملها له فالمهم السكة الحديد اللي عندنا تاني اعلى او تاني اول سكة الحديدة اللي عملت في الارض كلها طيب بعد انه دولة ومن اول واحدة تعمل سكة حديد بريطانيا بريطانيا العظمى السؤال ده هجي يجي 70 مره كل الفاينالز جاي فيها السؤال ده ايجيبت لما اتعملت كان بتتصنف انها تاني حاجة على العالم بعد ايه بعد دولة ايه بريطانيا العظمى هي أول واحدة تعمل سكة حديد في العالم الحوارس الطرق بتتسبب دايما بواسطة عامل بشري ده أهم عامل أن المزلقان حد يعدي بالغلط حد ينسى يقفله ومش عارف إيه الجو ده الريلوي ان ايجيبت بتتميز بأنها فيها عمالة زائدة الريدوندانت ليبر فورس أساب تكرر بقى أغلب البضايع في مصر بتنقل بإيه؟ بالطريق السريع بالهايوي مصطف ترانسبورتيشن اف جودز بتتنقل It's done by highways بنتنقلها على الطرق بالعربات النقل فاهم؟ السؤال ده خطير البي ارتي اختصار لإيه؟ اللي هو الاوتوبيس التردده اختصار بس رابد ترانزيت أكيد مش باوندري ولا باد باد إيه عمال عشان الله فبيقول لك بس بأل حتة الحلوة بنعرف إزاي بنقيم إزاي أن حوارث الطرق اللي بتحصل أو عبورة المخاطر عبور الطرق اللي فيها قطار يعني أو ترى سكك حديد بنقيم إزاي مخاطرها بعادة الحوارث اللي بتحصل فيها نقول لك الطريق ده خطر جدا القطر النوع ده من القطورة خطر جدا ليه؟ لأنه حصل فيه حوارث كتير فالمعيار اللي نقدر نصنف فيه اللي المكان ده خطر أو لا هي عدد الحوارث اللي بتحصل number of accidents السؤال ده بيجي كتير جدا متوقع يجي النهار ده يعني الحوارث اللي بتحصل بيكون بسبب عامل بشري human human error كل الحاجات الوسائل اللي قاتلة بنستخدمها في النقل ما عادة airplane plane ما بنستخدمش النقل الجوي يعني إلا نادرة التطوير اللي حصل قل لنسبة الحوارث بنسبة كام 25% لـ 40% قلت ده النقصان اللي حصل السرعة تحت القطر الجديد 250 كيلو متر في الساعة نفس الأسئلة دي منكررة طريقة إسكندرية قاهرة إسكندرية ما بيشاركش في فك للزحام المروري النسبة قلت قلت بنسبة 25% لـ 40% من الحوارث اللي بتحصل احنا تاني دولة بعد Great Britain أنا بقرأ الإجابات حرفية ده سؤال مش تابعاً الأخطاع اللي تحصل دائماً في الحوارث الأطورة هي بسبب إيه Human Error المشكلة عندنا في قطاع السكة الحديدة اللي هو إيه العمالة أو القوة العاملة الزائدة زائدة على الحد اللي مش مطلوبة redundant يعني المكررة القطر السريع سرعته كام 250 كيلو متر في الساعة دي اللي جابة الصح سيكمل اللي مختارينها دي هي دي اللي جابة طيب السؤال ده خطير سؤال ده هيجي ده هيجي في الفاينل بإذن الله أنا متوقع ده بيقولك إنشاء سكة حديد أو شبكة سكة حديد قوية ده بيدعم أنه SDG أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة العالمية أنت عايز تعمل سكة حديد سكة حديد والمية والغاز والحاجات اللي هي إيه بنية تحتية فبنسميها infrastructure يبقى ده بيدعم الهدف فتاع الانوفيشن and infrastructure الهدف التاسع من السبعة تصار هدف بتوع الSDG طيب فاكري في العاصمة قدرية قدرنا بيدعم إيه؟ بيدعم sustainable cities يبقى دول الحاجتين اللي خدنا من الحادلات يبقى الأطورة بتدعم أو السكة الحديدة عموما بتدعم الإيه؟ البنية التحتية السؤال ده حلو تعرفه railway tickets التذاكر تحت القطارات والسكة الحديدة كان بيرديوز ممكن نقللها if trains are used more for إيه؟ لو إحنا استخدرنا الأطورة أكتر في إيه؟ إحنا عايزين نقلل عايزين نخلي السكة الحديدة تدي تذاكر رخيصة محتاجين نخليها يجيلها عائدات أكتر طيب الناس النهاردة بتركب وليكن تكلفة السنة على السكة الحديدة الناس بتركب مثلا تدفع 3 مليار لكن السكة الحديدة بتدفع 4 مليار كتكلفة تشغيل فكده هي بتخسر محتاجين ندخلها موارد أخرى تكسبها عشان تعرف تغرخص لك أنت كمواطن التذكرة إيه محتاجين نستخدم الأطور أكتر في النقل بتاع البضايع ده نقدر ناخد فيه فلوس بقى من المستثمرين براحتنا انت عايز ان البضاعتك ادفع عشان نرخص على المواطن العادي فعشان كده بيقولك نرخص تكتس إمتى لو القطورة استخدمت في نقل البضايع أكثر transport of goods الريلوي بتاخد ايه القطورة بتاعت السكة الحديدة بيجي لها تعليمات توقف إمتى وتمشي إمتى وتمشي قد ايه عن طريق إشارات السكة الحديدة فيما خطة كده بتبعت إشارة للقطر يوقف إمتى ويمشي إمتى ويعمل إيه بالظبط مش بيمشي كده زي العربية يعني فالسؤال ده جي كتير قوي كمان جي في الفاينال الجملة دي اللي قلت لك هيركز عليها قوي الراجل لما قاله هنأكل الاسمنت بص بقى الدكتور بيقولك ايه هو بيقولك وين دكتور مهدي قال لما الراجل ده قال او لما الدكتور ده قال اللي هو ده دانا المحاضرة راجل الكلام كويس والله المحاضرة إجمالا مفيدة من غير ما نعمل استصلاح للطرق والتحسين للطرق ممكن ما تلاقيش أكل او ممكن الأكل ما يوصلناكش هو يعني ايه يعني ان تحسين الطرق هيسهل نقل الأكل شفت السؤال ترانسبورت رودويز فاسيليتات اكسس ترق ان تحسين الطرق او الطرق الجيدة هتؤدي الى تسهيل إيصال الطعام لك فيبقى محتاجين نحسن الطرق اكبر محطة تبادلية في مصر عدلي منصور محطة تبادلية نفس السؤال لما قال انه لو ما عملناش تحسين الطرق لكي نوصل لك الأكل كان يقصد ان تحسين الطرق هيساعد في توصيل الأكل فاسيليتات يعني يسهل ريالوي تيكتس ممكن تقل امتى التذاكر لو احنا استخدنا الأطورة اكتر في النقل البضايع ترانسبورت او جودز الأطورة بتاخد تعليماتها في صورة ريالوي سيجنلز إشارات من السكة الحديد بنقيس ازاي المخاطر في الأطورة بعدد الحوارس اللي بتحصل number of accidents عملنا السكة الحديد المصرية تعمل السنة 1843 ده يعني زمان جدا اي محمد علي بعدين بحاجة بسيطة طيب بيقولك بأغلب النقل البضايع في مصر بيتم عن طريق الطرق السريع ونفسنا يبقى بالأطورة بعد كده بنقيس ازاي المخاطر اللي بتحصل في السكة الحديد عن طريق عدد الحوادث اللي بتحصل احنا تاني دولة بعد اول دولة تعمل قطر اي اي كانت جريت بريتن او بريطانيا العظمى المشكلة السكة الحديد عندها في مصر ان فيها عمالة زائدة كل الوسائل الاتية بنستخدمها معادة الاربلين بنستخدم المترو والهايوي والريلوي لكن الاربلين لا بنستخدمها ايش اغلب الحوادث بتحصل بسبب خطأ بشري انا شفت انت ممكن تقرأ السؤال مع نفسك بس انت مجرد ما تلمحه هتعف تجيب الإجابة على طول سرعة القطر للحديث الجديد 250 كم في الساعة نتيجة التحسين اللي حصل في الطرق الحوادث قلت بنسبة كام 25% كررنا المعلومات كتير قوي ايه الطريق الوحيدة اللي لا بنستخدمهش في حل من الآتي يعني في حل لمشكلة الازدحام المروري في القاهرة هو طريق القاهرة سكندرية الباقي كله بنستخدمه بفعل حاجات محلية داخل القاهرة بتفك الازدحام المروري بيقول لك بقى السؤال ده حلو القطر الكهرابي اللي تعامل اللي الصينة عملته لنا في العاصمة الإدارية الجديدة او العاصمة الجديدة will not ايه مش هيعمل ايه مش هيستبدل المترو اللي موجود ده بالعكس هيتكامل معاه مش هنعمل قطر بدل المترو لا هنعمل قطر يتكامل مع المترو حتى عاد لي منصور تخرج تلال قطر قدامه عشان يبقى دامن ده على طول ده يوصل لده يبقى is not or will not replace the existing metro lines مش هيستبدلها ده هيبقى بشغال معاه الالرتيخ تصار لإيه light rail transit يعني القطر الخفيف سرعته كام؟ سرعت القطر اللي هو السريع بقى 250 كم اغلى من النقل بيكون عن طريق ايه؟ النقل البضايع الهايوي اما ما بكرر السؤال اعرف نواجه اكتر من مرة كل الوسائل بيستخدمها معادة الـ airplane لا بيستخدمش النقل الجوي تقريبا جوا مصر احنا تاني دولة بعد بريطانيا العظمى اننا نعمل شبكة سكة حديد جيدة ده بيدعم انه هدف من هدف التنمية المستدامة هدف الـ infrastructure الـ infrastructure الـ الـ infrastructure الـ لان الـ اطورة تعتبر من الـ البنية التحتية للبلد يعني من اسستها يعني ايه اكبر محطة تبادلية عدل منصور لما الدكتور قال من غير التحسين في الطرق ليس هيوصل لك الاكل بسهولة فسلتات اكسس تو فوت خش بقى لأسئلة الفاينال كل حبة بلون معين اعرفوا دول من فاينال شكل ده فاينال تاني ده فاينال تالت وقاس لك ولا مكررة خير وبركة الـ الارتيخ تصدر ليه light rail transit اللي هو القطار الجهربائي الخفيف لما عملنا الـ اطورة في مصر كنا تاني دولة بعد بعد بريطانيا العظمى سرعة الاطر في مصر اللي هو الاطر السريع كان 250 كم كل من القاتل بنستخدمه في النقل ما عدا الـ airplane ما بنستخدمش الطائرات مشكلة القطاع السكة حديث في مصر انه ماله ان عنده اعمالة زائدة redundant labor force شفت نفس الاسئلة فشيء جيد يعني لما الدكتور قال ان من غير الـ pavement او تحسين الطرق مش هتلاقي اكل كان يقصد ان تحسين الاكل فين transport roadways هيسهل وصولك للطعام بس ممكن نقلل السعر التذاكر امتى لو استخدمنا الاطورة اكتر في نقل البضايع يبقى transport of goods الاطورة بتاخد تعليمتها عن طريق ايه؟ عن طريق railway signals او اشارات سكة حديث بيعملها مركز كده بيبعت لها الاشارات اول بول السؤال ده اللي اترك في الشرح مهم جبنا القاطرات الجديدة من انه شركة من شركة general electric استوردناها منها كنا تاني دولة بعدين بعد بريطانيا العظمى اغلب البضايع بتتنقل عن طريق عن طريق الطرق السريع الـ highways اتعملت السكة حديث المصرية سنة كام 1843 مش هتلاقي غيرها اصلا تمنميات هي اتعملت في حقبة محمد علي وعياله فاهم؟ طيب السؤال ده انا كنت اعني فود اجيبه الدرس اللي فات بس انسيت فانت عرفه لو انت كنت سامع الدرس اللي فات يعني ان العاصمة الدليلة بتعاملت على ثلاث مراحل اول مرحلة فيهم اربعين الف فدان اللي وراها سبعة واربعين اللي وراها سبعة وتسعين فهو بيقولك ان اول مرحلة كانت كام فدان قوله اربعين الف فدان سؤال مرحلة على اي علاقة بالدنيا طيب السكة حديدة في مصر بتتميز ان فيها مشكلة ايه هي ان فيها عمالة زائدة جودتنا في الطرق ارتفعت كام نقطة هاو ميني بوينتز ارتفعنا تسعين نقطة كنا مية وطمانتصر بينا تمانية وعشرين ده بنص كلام الدكتور السكة حديدة في مصر اما حبينا نجيب قطرات جديدة استوردناها من شركة جنرال اليكترك سرعة الاطرار اللي في مصر ميتين وخمسين كيلو متر في الساعة وده اسرع اطر في مصر احنا تاني دولة بعد ايه بعد جريد بريتن بريتانيا العظمة الاخطاء اللي تحصل دائما في الحوادث بسبب عامل بشري اغلب البضايا بدت نقل بالطرق الايه السريع الهاي ويز ايه الطريق الوحيد المنلقاتي مش بيخدم على فك الازدحام المروري الكونجسشن في قاهرة الكبرى هو طريق قاهرة اسكندرية ميروش علاقة ده بيربط بين المحافظتين البقين دول كلهم بيساعدوا في فك الازدحام المروري اما عملنا تطويره للطرق قللنا الحارس بالنسبة كام خمسة وعشرين لاربعين في المية اخر حاجة تاني دولة بعد عملنا تاني دولة نعمل سكة حديث بعد مين بريتانيا العظمة القطر بياخد في المتوسط كام عشان يوقف بياخد واحد ونص كيلو متر الشركة الاستوردنا منها القاطرات جنرال اليكتريك كل ده قلنا يا حرفين احنا ازهقنا عميني كرر نفس المعلومات اغلب البضايع بتتنقل بالطرق السريع ده الماستر بتاع النهر ده كينج ماستر بتاعنا السؤال الام برينزي يعني اقرأ الخاتمة اقولك اقرأ انت مع نفسك ويعني لو كسر تقرأ صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودعيلي عشان انا اصلا المغري بدي انا افترتش فعلى الله غالبا هنزل فيديو بعد ده في اسئلة الكوز ودخل معها اسئلة الانرجي بالمرة لاني مش هلح اشرحها وبشرح لك بعد المتر في الله سلام عليكم